لم يكد العالم يأخذ أنفاسه حتى عاد من جديد شبح الإغلاقات والحظر يهدد العديد من الدول بسبب المتحورات الجديدة من فيروس كورونا لكن الفارق بين اليوم والأمس أن خيار التوجه للحظر الشامل يبدو حاليا صعبا مع موجة التظاهرات التي بدأت تشتاح أوروبا بسبب رفض السكان لإعادة الإغلاق ما دفع دولا مثل فرنسا لاختيار الجرعة المعززة كأحد الخيارات لمحاربة الموجة الخامسة من وباء كورونا على وقع هذه الموجة يقف العراق أمام تحديات صعبة مع فشل حكومي بإتمام حملة اللقاحات والتي لم تتجاوز نسبة أخذ الجرعة فيها بأحسن حالاتها 30% مع فقدان العراقيين الثقة بالقطاع الصحي المنهار أصلا قبل جائحة كورونا وزارة الصحة الحالية في العراق من جهتها أبدت قلقها من المتحور الجديد بوتوسوانا الذي يعتبر أسوأ من المتحور ديلتا في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وصعوبة تطبيقها على السكان الوزارة لم تملك سواء تعرب عن خيبة أمالها بعد أن كانت تطمح بالوصول بحملة اللقاحات إلى نسبة 60% بينما لا يظهر بحسب هذه الأمنية أن هناك خططا بالفعل لدى حكومة الكاظمي لاحتواء الموجة الخامسة من تفشي وباء كورونا وهو ما يعني كوارث جديدة محتملة ما لم تتجه للاستجابة للتحذيرات الدولية من المتحورات الجديدة ليس نهيار قطاع الصحي وحده هو ما يؤرق العراقيين الذين لم يذوقوا فحسب آلام الإصابة في فيروس كورونا بل عاشوا مأساة الموت حرقا في المستشفيات التي أظهرت مدى فشل الإجراءات الصحية والوقائية في العراق اشتركوا في القناة